اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البحرين الذي تقام فيه البطولة بانه احد اطول الانفاق الهوائية الزجاجية في العالم حيث يبلغ طوله 12 مترا وارض 4.3 امتار وبسرعة تصل الى 290 كيلو مترا في الساعة اما الطاقم الفني لغرافتي فقد قام بتهيئة كافة السرعات التي يحتاجها لاعب الفرق اذ ان كل فريق يعتمد السرعة التي تناسب مع الحركات التي سيؤديها ليتمكن من ادائها بكل سهولة واريحية وذلك من خلال اختبار مسبق اتيح للمشاركين للتحكم في سرعة الهواء وقوة دفعه بداخل النفق طبعا نحن كمنتخب البحرين نفخر ان نشارك في هالبطولة وكتجربة يديدة لنا وكالطموح لنا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يكون هالمكان وهالمسابقة تجربة وخبرة لنا عشان نقدر ان شاء الله لأيام الياية نوصل للطموحات اللي احنا نبيها بخصوص المتنافسين طبعا كلهم على مستوى عالي ما تقدرين تقارنين اليوم ولا باتر ولا البارحة كل شيء بنعرف في اخر الجولة ومن ناحية الفئات المشاركة ستقام البطولة بنظام التشكيلات المركبة الرباعية المفتوحة والتشكيلات المركبة الرباعية السيدات والتشكيلات المركبة الرباعية الناشئين والتشكيلات التماسك العمودية المفتوحة والتشكيلات الديناميكية الزوجية المفتوحة والحركات الحرة الفردية المفتوحة والحركات الفردية الناشئين كرياضيين مشاركين في هذه الرياضة الواحد يحلم أنها تكون على هذه المستوى في البحرين الشيخ محمد بن راشد من المتابعين للرياضة بشكل مباشر وحرص تام على أن هذه الفعالية تكون بالمستوى اللائق الذي يشرف مملكة البحرين أول شيء أحب أشكر السمو الشيخ محمد بن راشد آل خليفة على تنظيم البطولة والبطولة الصراحة ما عليها كلام وكل شيء متوفر مما نفس بطولة لندن أو بطولة سنغافورة هاي كلها متغيرة 180 درجة وكعادة البحرين في التمييز الأعين لم تكن فقط على المشاركين في البطولة بل حظي المشجعون بالاهتمام من خلال الفعاليات المصاحبة في منطقة جرافتي بوليفارد والتي احتوت على برامج ثقافية وفنية في أجواء احتفالية النجاح والتمييز كان حليفة البطولة بالرغم من أن البحرين تحتضنها للمرة الأولى على مستوى المملكة والشرق الأوسط وقارة آسيا وذلك يأتي كدليل على القدرات التنظيمية العالية للمملكة في استضافة مختلف الفعاليات الكبرى على المستوى الرياضي